الوزير دكتور أشرف صبحي كانت تواجد فيه أرض الملعب وهنق الفريق بالفوز النهاردة على مغدونيا وزي ما بقول لكم يعني أداء مشرف هو كان بيتكلم على فكرة الأداء كمان النهاردة دكتور أشرف صبحي ومن خلال تواجده داخل الملعب أكيد شايف الروح شايف الشكل الفني شايف الأمور الالتزام من اللعبين شايف الهدف من كل واحد داخل الملعب اللي بينزل واللي بيطلع كل الأمور داخل الملعب كانت تبشر بخير من خلال الجزء الفني كل التوفيق ليهم إن شاء الله وده يمكن من خلال التهنئة اللي هنق بها مع الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة للفريق بأنه هو سعيد جدا بأداءهم في المباراة وإحنا بنتكلم على المجهود الكبير اللي بتقوم بالدولة وفكرة أن الفقاعة طبية ودي أمور صعبة جدا وأمور بالنسبة ل32 منتخب ده شيء صعب مش سهل وإحنا بنتكلم على أفضل لاعب العالم ميكيل هانسون لاعب الدينمارك وإن الراجل شايف إن مجهود كبير بتعمله الدولة مجهود كبير بتعمله اللجنة المنظمة في فكرة الإجراءات الاحترازية وإن كل حاجة ماشية على ما يرام وإن الأمور بالنسبة للبطولة إن هو سعيد بالشكل العام بالشكل اللي ماشية بيه اللجنة المنظمة فيه تنظيم الإجراءات الاحترازية فيه كل شيء وده شيء طبعا لما ييجي من أفضل لاعب العالم ميكيل هانسون لاعب الدينمارك ده برضو إشادة جيدة من خلال طبعا التنظيم طبعا هو أتكلم على إن جزئية الجمهور كان نفسه يبقى متواجد لكن القرار السليم والصائب اللي حصل هو عدم وجود جمهير في هذه البطولة طبعا كان نفسنا جمهور مصر يملى المدرجات خصوصا في مباراة مصر لكن طبعا خارج عن إرادتنا وظروف خارج عن إرادتنا هي اللي ممكن تخلي حاجة زي كده طيب خلينا نروح لواحد من